قرابة ستين مليار درهم لتطوير وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطني تشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي على تطوير وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطني بثقل مخطط مديري وبرنامج استثماري لفترة الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين بغلاف مالي يقدر بثمانية وخمسون فاصل ثمانية مليار درهم بهدف ضمان تزويد مختلف جهات المغرب بالكهرباء في أحسن ظروف جوزة التكلفة والسلامة وأشارت الوزيرة خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع باللجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النور إلى تحيين المخطط المتعدد السنوات لتجهيز الكهربائي وبرمجة إنجاز قدرة إضافية تصل إلى ستة ألاب وستمائة وثمانية وأربعين ميجاوان خلال الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين بغلاف مالي قدره ثلاثة باصل سبعة وأربعون مليار درهم منها خمسة ألاب ومائتان وسبعة وثمانين ميجاوات من مصادر متجددة وألف وثلاثمائة وواحد وستين ميجاوات بالسعمال الغاز الطبيعي بخصوص ارتفاع أسعار منتجات الفوسفات خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أفادت بن علي أنها نتيجة زيادة الطالب عليه لا سيما من الهند ودول أمريكا اللاثينية بسبب تأثير القيود المفروضة على صادرات الصين وروسيا اتسجلت تسعار الفوسفات الخام وتنائف فوسفات الألومينيوم زيادة على الثوالي بنسبة مائة وسبعة وعشرون وثلاثة وأربعون في المائة على أساس الانحدار السنوي